اشتركوا في القناة انا اقدم شكل جديد شوية للبرنامج ربما ادخل فقرات جديدة او افكار جديدة في الحلقة يعني ننفتح شوية على الواقع الثقافي والاجتماعي المصري بجانب الحديث حول القضايا والشؤون السياسية لكن اسمحوا لي في البداية ان انا اكلمكم شوية عن الحلقة كانت الاسبوع الماضي اللي كانت من ميلانو اللي انا ساعدت بتسجيلها في الجمعة اللي سبقت هذه الحلقة وكانت تجربة مهمة ومصيرة جدا في الواقع انا كنت في ميلانو الغرض اخر ولكن فكرت ان ليه ما نحاولش ان احنا نقترب من الجيل الثاني من ابناء المصريين في الكنيسة القبطية من المهاجرين لما نتكلم عن الجيل الثاني منتكلم على الشباب اللي ولد في ايطاليا ودخل مؤسسات التعليم الايطالية وتخرج منها وحاليا بيمتهن مهن كثيرة وبيعمل في وظائف كثيرة هناك الطبيب هناك المدرس هناك المهندس يعني نمازج مبهرة ومشرفة جدا لشباب مندمج بالكنيسة وداخل الكنيسة وفي الشأن الكنسي والروحي وايضا مندمج في المجتمع بيقدم نموذج ايجابي جدا للشباب المصري والشباب القبطي في المهجر اتكلمت مع نيافة الانبى انطونيو وكان حوار سري جدا ومع عدد من الاباء الكهنة هناك وعدد من الشباب في الواقع يعني الواحد خرج بمجموعة من التأملات او نقدر نقول مجموعة من الانطباعات حول هذه المسألة الامر الاول ان الكنيسة القبطية يعني خرجت من افق المحلية واصبحت كنيسة عالمية بمعنى ان هي منتشرة في جميع قرات العالم الكلام دا حصل خلال 30-40-50 سنة اللي فاتت لكنها بالتأكيد اصبحت يعني زخيرة روحية ووطنية لمصر في العالم الخارجي دا بنالماسوا من خلال الحوار مع المصريين هناك من خلال الدور اللي بتلعبوا الكنيسة في المجتمعات اللي موجودة فيها الان واللي بيدي اطلالة وصورة ايجابية عن الواقع القبطي والتراث والحضارة والثقافة والفن القبطي بالاضافة ايضا الى الروح المصرية والثقافة المصرية اللي احنا عارفينها وتعايشنا معها الامر التاني ان المصريين في الخارج دائما حرسين انهم ينقلوا ثقافتهم وعقدتهم وإيمانهم وحياتهم للجيل التالي وحتى وجدت من خلال الحوار مع الشباب ان لديهم الرغبة ان ينقلوا دا الاولادهم اللي لازالوا بقى بنتكلم عن الجيل التالت بنتكلم لسه اطفال صغار دي روح جميلة جدا ان فكرة ان انا بندمج في المجتمع باخد ايجابياته انا بتكلم عن المجتمع الغربي بتكلم عن المجتمع الايطالي اللي موجودة فيها هذه الاسر ولكن في الوقت ذاته انا بابتعد عن سلبياته زي ما بقول للناس برضه في المجتمع المصري خليك مع الايجابيات ابتعد عن السلبيات كانت تجربة لطيفة جدا ولقاء مصمر وشباب واعد وناضج ويعني مؤثر ولا حضور في المجتمع الواحد سعت جدا بيه وكانت الحلقة الاسبوع الماضي هم الشباب هناك اللي سجلوا الحلقة طبعا ما كانش فيه مصورين معايا كنت الوحدي لكن طبعا القناة هنا قامت بالمنتاج لكن في كل الاحوال قدموا صورة جميلة ومبهجة لطبيعة الحياة التي تمارسها الكنيسة القبطية في المجتمع وزي ما قال لي نيافة الانبا انطونيو دا كان باين في الحوار قال لي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه الناس بتحسد شبابنا ان هو شباب ملتزم وبروحوا الكنيسة وملتزم بإيمانه وبعقدته وبثقافته وفي نفس الوقت بيلعب دور مهم جدا في مجتمعه سواء كان في المهن اللي بيقوم بيها او في الحياة الاجتماعية حقيقي صورة نتمنى دائما ان تكون عليها المجتمعات المصرية عامة والقطية في المهجر كانت تجربة لطيفة وسرية واسعدت الناس والمجتمع في ميلانو الحلقة الماضية ونتمنى دائما ان نكون على تواصل مع علامنا الخارجي اسمحولي نخرج بفاصل ونعود لنبدأ فخرات هذه الحلقة أهلا وسهلا بحضراتكم من إبروشيت ميلانو هنسلط الدوق حول الشباب ما بين عمق الإيمان الروحي وما بين العبور إلى المجتمع نيافة الأنبى أنتونيو أسقف الإبروشية حكومة الدكتور أو المهندس مصطفى مدبولي في مرمى أنيران شفنا يعني من خلال جلسات مجلس النواب أعضاء بيشنوا هجوم لازع وقوي حول أداء حكومة مصطفى مدبولي ومطالبة بتغييرها ودي يعني مسألة مش جديدة دي كرارت فترات سابقة لكن ملاحظين الفترة دي أن فيه كسافة في الانتقادات والرجل الشارع العادي والمواطنين العاديين بنشوفهم إزاي بيتكلموا بانتقادات شديدة للحكومة سواء ما يتعلق بارتفاع الأسعار أو موجة الغلاء أو شعورهم الدائم إن هناك أشياء يجب أن تفعلها الحكومة ولا تفعلها بالطبع يعني أعضاء مجلس النواب احنا شفنا يعني الجانب من انتقاداتهم جات في الإعلام وعلى السوشيال ميديا بينتقد الحكومة من حيث الأولويات وترتيب هذه الأولويات ومن حيث يعني الجباية أو الحصول على أموال من المواطنين وارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضبط الأسواق يعني أشياء كثيرة ذكرها النواب في مطلبتهم بتغيير الحكومة يعني طبعا وفي الواقع المسألة معقدة يعني عايزين نفصل الكلام حوالين الإشكاليات اللي احنا بنواجهها النهاردة والحكومة بتواجهها هو ما بين مسألة تغيير الحكومة أو المطالبة بتغيير الحكومة أولا واضح جدا أن الهاجس الرئيسي في هذا السياق هو مسألة ارتفاع الأسعار بصورة متزايدة ودي مسألة يعني لهيب ارتفاع الأسعار يعني بيجلد المواطن داخل هذا المجتمع كل يوم الأسعار في ازدياد وفي ارتفاع واحنا بتكون لأسباب غير مفهومة يعني مفيش تغيرات حدثت لك الأسعار بتزيد أسعار البروتين في ازدياد أسعار السلع العادية في ازدياد في موجة قلق موجودة في الكلام حتى في الأسواق ما بين الناس ده فيه لستة جديدة نازلة ده فيه أسعار جديدة خلوا بالكوا إيه الحالي عايز يشتري اللي عايز يجيب يعني أنا معرفش مدى أساس هذا الكلام لكن في كل الأحوال هناك قلق أن الأسعار هترتفع وتواصل ارتفاعها لدرجة يعني أن أحد يعني معارض الأدوات المنزلية كنت بتكلم مع الشخص المسؤول فبقوله أكيد يعني عندكم الدنيا دلوقتي ربما تكون مريحة شوية يعني ما فيهاش ناس كتير بتشتري قال لي غير صحيح قال لي الناس بتشتري بدافع الخوف أن الأسعار هترتفع قال لي جالي واحد عنده يعني فتاة عندها 15 سنة بيقول لي أن أنا بديت أشتري لها جهازها من دلوقتي لألا عندما تجبر يكون الأسعار زادت عن تقدي طبعا يعني بغض النظر عن تقيمنا لتفكير الناس لكن اللي عايز أقوله أن مشكلة ارتفاع الأسعار موجودة وظاهرة وفيه ظاهرة أوفر برايسنج يعني الناس اللي بيبيعوا الحاجة فيتخيل أن الأسعار هتزيد والدولار هيعلى واليورو هيعلى وده هيعلى فيرفع الأسعار عما يجب أن تكون عليه عشان كده فيه أسعار كثيرة في مصر أغلى من مسيلتها في دول دول العالم الأخر رغم أن نفس الظروف هي والاستيراد وسلاسل الإمداد والتوريد الكلام اللي احنا دايما بنقوله زي ما هو ودي مسألة تتعلق بضبط الأسواق يعني لابد من ضبط حقيقي الأسواق السلعة الوحدة بيباليها أكتر من سعر في أكتر من مكان دي مسألة محتاجة رقابة وضبط لذي الأسواق الأمر الثاني والناس بتتكلم عليه كتير جدا هو زيادة الدين الداخلي وزيادة الدين الخارجي بنتكلم في أكتر من أربعة تريليون داخلي وبرة بنتكلم في أكتر من مئة وسبعين مليار طبعا خدمة الدين سواء كان داخلي أو خارجي بتضع أعباء على الميزانية العامة واحنا نتكلمنا في موضع دي كتير الأمر الثالث في زيادة كده في التقارير الدولية الدولية من بعض الهيئات الدولية كل شيء على اقتصاد المصر يعني لا يمضي يوم واحد إلا منلاقي تقرير جديد وعادة بتحمل آراء سلبي يقولك أصل تصنيف مصر الاقتمال المصر انخفض تصنيف بعض البلوك انخفض أصل لابد من تحرير سعر الصرف رغم أنه يعني سعر الصرف المفروض أن نحنا متبنين سياسة مارينة يعني ولابد من تخفيض قيمة الجنيه ولابد 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 الكلام ده كله بيصب في السوشال ميديا والسوشال ميديا بتتكلم عنه أنا مش بتكلم على يعني أبواق سلبية ضد المجتمع المصري وضد مصر لكن أنا بتكلم كمان حتى على النقاشات هذه التقارير سواء كان في الإعلام أو في السوشال ميديا أو ما شابه طبعا كسرت هذه التقارير وأنا لا أخذها بعين البراءة بالمناسبة يعني تعاقب وكسافة هذه التقارير في الحديث حول نفس القضايا يعني أنا مش عايز أشكك في حياد الناس ولا أتكلم عنهم لكن في كل الأحوال أنا شايف إن الموضوع في قدر من الإزدياد يعني لا أخذوا زي ما قلت لحضراتكم بعين البراءة لكن على أي حال في تقارير كثيرة بتصدر ودي بتسبب موجة من النقاش والحوار بين الناس على السوشال ميديا بتؤدي إلى قلق تصرح بعد رجال الأعمال الكلام على هجرة استثمارات من مصر لدور عربية يعني كلام كتير بيتقال في هذا السياق ومنشور ومتداول كل ده طبعا بيصب في موجة الانتقادات بالنسبة للحكومة في المقابل يعني ما حدش يقدر برضو يتغافل إن في بعض التقارير بتتكلم على إن التضخم مرتفع صحيح ولكنه حاليا بيرتفع ببطء أكثر من زي قبل وفي اتجاهه إلى السبات ده هيأثر على التضخم العام في السنة لكن مش إحساس الناس بالتضخم شهريا أو ما شابه لكن البعض بيرصد هذه الأمور أيضا هناك اهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنين وهذا أمر أيضا واضح يعني في زيادة من جانب الحكومة على الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الفقراء سواء كان في البرامج اللي احنا عارفينها تكافلوا كرامة أو حياة كريمة أو الدعم السلع التموينية حتى لو زادت أسعارها الأيام الماضية أمر آخر أن هناك أيضا إصرار على المشروعات الكبرى في مصر يستكملها المجتمع المجتمع لن يضحي بمشروعاته لن يضحي بأحلامه أو بتصوراته وهناك حاليا مشروعات في كل مكان والمجتمع بيمارس أو الدولة أو الحكومة بتقوم بهذه المشروع في وجهة النظر وجهة النظر الأولى هي وجهة نظر ترى أن لا يوجد ترتيب جيد للأولويات أن هناك عباء مالية ضخمة جدا يتحملها المواطن وأن في أسئلة هاجسية وتساؤلات لدى المواطن في كل مكان وإحنا شفنا بعض الأحاديث كانت فيه افتتاح الحوار الوطني السيد عمرو موسى قال مجموعة من الهواجس والهواجس دي يعني هو رتبها بشكل دبلوماسي لكنها متدولة وموجودة فالبعض يرى أن هناك إخفاق من جانب الحكومة في هذا السياق اتجاه آخر يرى أن الحكومة تفعل أقصى ما تستطيع وتعمل بجدية وهناك بصمات لهذا العمل بالرغم من ارتفاع الأسعار لا تزال الأسعار متوفرة بالرغم من الضغوط لا تزال الحكومة بتفي بالتزاماتها الخارجية وأعلى الرئيس الوزراء أن الحكومة لن تتراجع عن الوفاء بأي التزام عليها لا تزال هناك المشروعات لا تزال هناك حماية اجتماعية للفقراء يعني البعض يرى أن الحكومة تفعل أقصى ما تستطيع الجدل الدائر هو فيه تغيير الحكومة تتغير يعني طبعا دي أمور يعلمها طبعا بيتخذها صنع قرار في ضوء رؤيته في ضوء المعلومات المتوفرة يعني لديه وتصوراته لكن نقدر نقول إن مسألة يعني تعديل الحكومة في هذا التوقيت أنا أتصور إنه ربما غير وارد يعني بالمعطيات اللي احنا بنشوف أحد هذه المعطيات إنه هناك حوار وطني افتتح وسيبدأ هذا الإسبوع وهناك يعني جلسات مكسفة لهذا الحوار هينكش قضايا كثيرة جدا فدي كلها من الأمور هيتمخد عنها تشريعات والرئيس عفتاح السيسي في كلمته اللي وجهها في افتتاح الحوار الوطني ذكر إنه يتابع هذا الحوار وهيحضر بعض جلساته في الختام وأيضا إنه هو ينتظر مخرجات هذا الحوار وهيضح وينظر إليه بعين الاعتبار ويوجه موسات الدولة بشأنها إذن نحن في مناسبة مهمة جدا للتعاطي مع الشأن العام حتى لو شك كفيها البعض لكنها مناسبة مهمة هتمخد عنها قرارات وسياسات جديدة ربما هذا قد يكون مقدمة لتغييرات تحدث ولكن ليست تغييرات في أشخاص ولكنها تغييرات في توجهات أو سياسات أيضا هناك انتخابات رئاسية العام المقبل ربما يكون في زخم الحديث حول هذا الشأن تغييرات جديدة في هيكل الإدارة والسياسة وممارسة الحكومة في المجتمع يعني أنا عايز أقوله ربما ننتظر بضعة شهور حتى نرى حديث مكسف أو مختلف حول مسألة تعديل الحكومة لكن الذي فتح الكلام حول هذا الموضوع هو الهجوم الكسيف لنواب مجلس النواب حول أداء الحكومة خلال الأيام الماضية ويعني كثير من مقيل يشعر به المواطن ويتحدث عنه لكن أيضا هناك جهود تقوم بها الحكومة لا يستطيع أحد أن يغفل اسمحونا نخرج بفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة اشتركوا في القناة